موسيقى اهلا بكم تلقى فقامة رئيس مجلس القيادة الرئاسية دكتور رشاد محمد العليمي برقية تهنئة من رئيس دولة الامارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آن هيانة انأه فيها بمناسبة حلول العام الهجري الجديد كما تلقى فقامته برقيتين تهنئات مماثلتين من نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وعبر سموهما في البرقيتين عن خالص التهاني لفقامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي راجين له وفر الصحة والسعادة سائلين الله تعالى ان يعيد هذه المناسبة على الامة العربية والاسلامية بالخير والبركات زار رئيس مجلس الوزراء دكتور احمد بن مبارك محطة طاقة الشمسية في مديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدنة التي تبلغ قدرتها مئة وعشرين ميجاوات ومن المتوقع ان تدخل الخدمة خلال الايام القليلة القادمة بعد استكمال الفحوصات النهائية التي تسبق مرحلة التشغيل وطلع رئيس الوزراء على مكونات المحطة المقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة لدعم القدرة التوليدية للكهرباء هذا واكد القائمون على المحطة استكمال الانجاز بنسبة مئة في المئة حيث اشترعوا في الفحوصات النهائية وعمليات التشغيل التجريبي قبل ان تدخل المحطة الخدمة خلال الايام القادمة بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني مع القائم باعمال السفارة المغربية لدى بلادنا محمد الشريكي سبلات تعزيز العلاقات الثنائية والتطويرها بين البلدين الشقيقين استعرض الجانبان خلال اللقاء مستجدات الاحداث في بلادنا والتطورات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك دشنا وزير ودفاع الفريق روك المحسن الداعري المرحلة الثانية من العام التدريبي الفين واربعة وعشرين في الكلية الحربية بالعاصمة المؤقتة عدن واكد الفريق الداعري ان منتسبي الكلية الحربية هم احد عوامل نهضة القوات المسلحة لافتا الى ان تجهين المرحلة الثانية من العام التدريبي يعني الانطلاق بنشاط ومعنوية عالية الى مستويات ارقى من التدريب والتأهيل بحث محافظ حضر موت الاستاذ مبخوت بن ماضي التحضيرات لاقامة ورشة حوارية مجتمعية خاصة بمناقشة التحديات المناخية والبيئية وتأثيرها على حياة السكان وامنهم الورشة ينظمها المعهد الاوروبي للسلام ضمن مشروع المسارات البيئية للمصالحة وملع النزاعات المحلية الذي ينفذ في تسع محافظات يمنية وتعرف المحافظ الى اهداف الورشة المتمثلة في فتح مساحات للحوار لاجد فهم مشترك لكيفية ارتباط المخاطر الامنية والبيئية والمناخية بالصراع ختم المجز في امان الله